السلام عليكم في هذا الدرس سنبدأ بكتابة أكواد الجافا للتعامل مع قواعد بيانات MySQL إذن في ملف SRC أو Source RightClick ومن ثم New ومن ثم أكيد مثلا File وليكن اسم الفايل هو عبارة عن Main.java طيب أنا سأنشئ ملف جديد أيضا فإذن New ومن ثم مثلا Java Class وليكن اسم الكلاس هو Test الآن أكيد الأكواد المفروض بأن تكتبها في ملف منفصل فبالتالي أنا سأكتبها في هذا الملف والمفروض بأن تستخدم محتويات هذا الكلاس حسب الحاجة بداخل Main.java فإذن الآن نبدأ بكتابة الأكواد في هذا الملف في البداية نحتاج أن نعمل Import لمجموعة من المكتبات إذن Import لjava.asql. في البداية نحتاج إلى Driver Manager كذلك مرة أخرى Import java.asql. نحتاج كذلك Connection مرة ثالثة Import java.asql. كذلك نحتاج إلى SQL Exception إذن مبدئيا نحتاج هذه الأمور في البداية المفروض نبدأ من Driver Manager إذن عن طريق هذا Driver Manager المفروض بأن نستدعي دالة اسمها Get Connection ولكن هذه الدالة Get Connection ترجع Object نوعة Connection فإذن في البداية ممكن ننشئ Object نوعة Connection وليكن اسم هذا الأوبجيكت هو C إذن الآن لو نحاول بأن نستدعي الدالة شو بأنه الآن يعطيني الدالة إذن Get Connection بهذه الصورة ومن ثم السمي كولون أو الفارزة الآن طبعا ممكن نجزء السطر حتى ما يكون السطر طويل بهذه الصورة هذه الدالة Get Connection معمول إلها Overload يعني لها أكثر من شكل فمثلا واحدة من الأشكال أنه نعطيها URL كذلك نعطيها user وكذلك نعطيها password إذن تلاحظ بأنه أنا استعملت هذا الشكل من الدالة اللي ندخل به ثلاث قيم القيمة الأولى تمثل URL القيمة الثانية يستقبلها على أنه هي user وكذلك القيمة الثالثة هي password طبعا تذكر بأنه هذه الدالة Get Connection هي عبارة عن static function موجودة بداخل هذا driver manager فإذا مباشرة عن طريق اسم الكلاس تستطيع استدعاء ذلك الآن بالنسبة للرابط في البداية المفتوض نكتب jdbc إذن java database ومثلما colon نحدد اسم قواعد البيانات اللي هي mysql ومثلما colon سلاش سلاش اسم الهوست اللي هو localhost طبعا إلى حد هنا المفروض بأنه يتم الاتصال بالسيرفر الخاص بك اللي هو localhost لكن أحيانا تظهر لك مشاكل فبالتالي ممكن نكتب علامة استفهام ومن ثم نحدد timezone فإذا نكتب server timezone يساوي ومجرد أن نعطي utc طبعا هذي حرف e بهذا المكان أوكي كذلك الخطوة اللي بعدها بأنه نحدد اليوزر إذا ذكرنا في الدرس الأول أنشأنا user و password خاص بنا فإذا يوزر كان في وقتها هو حسن وال password كان في وقتها هو حسن ومثل 12345 بهذا الشكل أوكي الآن تلاحظ بأنه يعطيك error بهذا المكان السبب لأنه هذه الدالة ممكن تكون عندها مشاكل في الاتصال يعني ممكن بأنه يخفق الاتصال بالسابق فبالتالي هذه الدالة احتمال بأنه تعطيك خطأ أو احتمال بأنه تعطيك exception نوع هذا الexception اسمه a secure exception فإذا المفروض بأنه تضعها بداخل try-catch طبعا بدل ما أنه نضعها بشكل يدوي المفروض نضغط على alt-enter شوف بأنه يعطيك ال hint هل تريد وضعها بداخل try-catch نضغط عليه أوكي تشوف بأنه وضعها بهذه الصورة طبعا أنا ما أريد بأنه نعرف ال object بشكل خارجي يعني أريد أنه مباشرة هذه connection تكون بهذا المكان ومن ثم أحذف هذه كذلك تلاحظ بأنه وضع لي scope بهذا المكان وضع لي أقواس بهذا المكان بأنه ما ممكن هذه الأقواد تكون بشكل مباشر بداخل هذه ال class يعني فبالتالي يفضل أن تضاح بداخل شيء آخر كان مفروض من عندنا بأنه ننشئ على الأقل function وليكن اسم هذه function هي connect إذا أخذ هذه الأقواد وأنشئ function فإذا public ولتكون static function void لا ترجع أي شيء اسم هذه function هي connection ومن ثم نفتح أقواس ال function وبداخل هذه function ممكن أضع الأقواد الخاصة بال try catch الآن اسم هذا الخطأ الذي سيرمى ببساطة يعني ممكن أحوله إلى E بدل ما يكون بهذا الاسم المعقد يعني إذا الآن try حاول تنفيذ هذه الأقواد إذا حصل خطأ يعني إذا هذه الدالة gate connection رمت استثناء سيتم استقبال استثناء في catch في هذا E ومن ثم سيتم طباعة محتويات هذا الاستثناء طيب إذا تم تنفيذ try بشكل صحيح المفروض بأن نضع جملة طباعية للتوضيح فقط فبالتالي system.out.println على سيء مثال نضع جملة أوكي بهذا الشكل الآن نريد تنفيذ هذه الأقواد فمجرد أن نستدعي هذه الدالة اللي اسمها connection تذكر بأن هذه الدالة هي static فتستدعيها مباشرة عن طريق اسم الكلاث فتذهب إلى main function طبعا ننشئ الكلاث اللي اسمه main بهذا الشكل بداخل هذه الكلاث المفروض موجود عندي main function عن طريق هذه main function يتم تشغيل البرنامج فكل ما علينا بأنه من اسم الكلاث التست نستدعي الدالة اللي اسمها connection إذا نتلاحظ بأنه اسم الكلاث تست نستدعي الدالة اللي اسمها connection إذا الآن نضغط على البرنامج ممكن نشوف الناتج أوكي تشوف يعني طبعا أوكي فعلا طيب أنا أحاول هذه النافذة على اليمين أحب أنه تكون على اليمين إذا موفتو ومثل ما رايت بوتون بهذا الشكل نرجع مرة ثانية إلى الأكواد الخاصة بنا إذا مبدئيا نجح الاتصال بالسابر قامت هذه الدالة الـ gate connection للاتصال بالسابر بعدها نحتاج أن ننشئ نقطة التواصل عن طريق هذا الـ object اللي اسمه C اللي نوعه connection ممكن نستدعي دالة اسمها create statement لكن لو تلاحظ بأنه هذه الدالة create statement هي ترجع object نوعه statement تلاحظ بأنه بهذا المكان يعطيك نوع الأرجاع اللي هو statement فبالتالي عندما تستدعي الدالة المفروض بأنه تخزنها بـ object نوعه statement إذا statement اسم الـ object يساوي c.statement طبعاً الآن تلاحظ بأنه بمجرد كتابة هذه الكلمة statement فهو قام بعمل import لهذا الـ interface أو الـ class statement الآن هذا الـ s اللي هو object من الـ statement المفروض يمثل نقطة الاتصال فعن طريق هذا الـ s المفروض بأنه استدعي دالة اسمه execute query execute query يعني نفت الأمر التالي وتشوف بأنه المفروض بداخل الأقواس تعطيها sit rank هذه sit rank اللي توضع بداخل الأقواس ستضع بداخلها أكواد sqr يعني بداخلها يتم تنفيذ أكواد mysqr لكن تلاحظ بأنه أيضاً هذه الدالة ترجع لي result set فالمفروض بأنه أخزن هذه الدالة بـ object من الـ class فإذاً استدعي الدالة وأعطيها فقط double quotation بشكل مبدئي يعني المفروض بأنه أخزن القيمة اللاجعة بـ object result set إذاً تلاحظ بأن هذا هو result set اسم الـ object وليكن عبارة عن R بهذا الشكل لو تصعد إلى الأعلى تلاحظ بأنه أيضاً قام بعمل import طبعاً هو قام بعمل import لكل شيء يعني اختصر الموضوع لكن لو أريد أرجع إلى وضع السابق فبالتالي أنسخ هذا الكود وهذه مرة أريد بأنه أستدعي result set بهذه الصورة فإذاً هذه الـ s.execute query مجرد أنه أخزنها بـ object من نوع result set بهذا الشكل الآن ممكن أغلق هذه حتى يكون الكود مرتب بهذه الصورة الآن كذلك من نسبة لهذه الدالة create statement حتى تنشئ من خلالها نقطة الاتصال ممكن تحدد خصائص هذا الاتصال فإذاً عن طريق الـ class أو الـ interface اللي يسمى result set لو أضغط على الـ dot نشوف بأنه عندي مجموعة من الخيالات فممكن مثلاً أن تختار tape forward only أو إذا تريد مثلاً tape scroll sensitive أو tape scroll insensitive هذا معنى أنه forward only يعني باتجاه واحد ما معنى أنه سيكون باتجاه واحد هذا سيتبين في الدروس القادمة لكن أنا أريد حتى يكون مرن أكثر أريد يكون scroll insensitive يعني غير حساس من ناحية scrolling فهو يتقبل كل الاتجاهات ومن هذه الأمر كذلك الـ parameter الثاني عن طريق result set تشوف بأنه أيضاً عندي مجموعة من الخيالات فعلى سين مثال ممكن تجعله مثلاً conquer read only فتجعل هذه نقطة التواصل يعني فقط للقراءة أنه أنا فقط أستورد بيانات وأقوم بقراءتها لكن أنا أريد بأنه أيضاً يكون موضوع مرن أكثر لأنه أنا سأتعامل مع قواعد بيانات فممكن أكتب conquer updateable يعني قابل للتحديد فأنا أستورد بيانات وليس فقط بأنه أعرضها وإنما أتعامل معها وممكن أنه أحدثها فبالتالي أختار conquer updateable أوكي إذا الآن مفروض بأنه نتصل بقاعدة البيانات اللي عندنا لو نرجع مرة أخرى إلى هذا المكان تلاحظ بأنه اسم قاعدة البيانات التي أنشأناها هو student طبعاً الآن أريد منك أنه نتفرط ما بين اسم قاعدة البيانات واسم الـ table أوكي إذا هناك قاعدة البيانات لها اسم معين بداخلها يحتوي على مجموعة من الـ tables مجموعة من الجداوي إذا الآن اسم قاعدة البيانات هو student بينها اسم الـ table هو info إذا نرجع مرة أخرى الآن لاحظ أنت بهذا السطر عندما أعطيت الـ URL الرابط أنت بهذه الطريقة فقط اتصلت بالـ server طيب أنا الآن ما أريد بأنه فقط أتصل بالـ server أنا أريد بأنه أخصص هذا الأمر يعني أتصل بقاعدة البيانات اللي اسمها student فإذا بهذا المكان قبل علامة الاستفهام أضع slash ومن ثم أعطيه اسم قاعدة البيانات اللي هي student أوكي إذا الآن المفروض بأنه أتصل بقاعدة البيانات student الآن بهذا الأمر المفروض بأنه أضع أكواد الـ SQL مثل ما ذكرت بالدرس الأول بأنه هذه الدورة من الصفر أنا أفترض منك بأنه أنت ما تعرف أي شيء عن أكواد الـ SQL فبالتالي نحن لن نهتم بكيفية تركيب أكواد الـ SQL وإنما سنأخذها بشكل مباشر عن طريق الـ phpMyAdmin فإذا هذا الـ phpMyAdmin سيساعدنا كثيرا في أخذ الأكواد منه إذا لو نذهب إلى الـ table اللي اسمه info ومن ثم أذهب إلى الـ SQL حتى يعطيني أكواد الـ SQL تلاحق بأنه في هذا المكان عندي أمر اسمه select اللي هو الاختيار إذا تلاحق بأنه هذا الكود الخاص بالـ select طبعا تلاحق بأنه هو كود بسيط مجرد أنه تكتب select بالـ capital letter ومن ثم تختار الحقول أو الأعمدة التي أنت تريدها فعلى سيء مثال id first name last name city ومن ثم تكتب from ومن ثم اسم الـ table أو اسم الجدول اللي هو info فإذا مجرد أنه ننسخل السطر بالكامل ونرجع مرة أخرى إلى المشروع ونضع هذه الأكواد بهذا المكان إذا تلاحق بأنه أنا اخترت أربع أعمدة من الـ table اللي اسمه info طبعا ممكن تختار الأعمدة التي أنت تريدها فقط يعني سيء مثال أنا أريد فقط الـ id أو فقط الـ id والـ city أو الـ id والlast name ممكن هذا الشيء لكن ملاحظة بما أنه هذا الـ table يحتوي على primary key وعرفنا معنى الـ primary key في الدرس السابق فبالتالي نحن عندما أنشأنا الـ table وضعنا هذا الـ id هو primary key فما ممكن مثلا بأنه أنت تريد أن تستدعي الـ last name والـ city من دون الـ id فإذا عندما تريد أن تستدعي مجموعة من الأعمدة يجب أن يكون الـ id من ضمنها لأنه عبارة عن primary key إذا الآن أنت اختاريت أربعة أعمدة من هذا الـ table أو الجدول اللي اسمه info وأصبحت هذه البيانات أو المعلومات مخزنة في هذا الـ object اللي اسمه r فالآن عن طريق هذا الـ object r ممكن تتعامل مع هذه البيانات يعني هل تريد بأنه تطبع هذه البيانات؟ هل تريد بأنه تضيف عليها؟ تعدل عليها؟ تحذف عليها؟ ممكن أنه تتعامل معها عن طريق هذا الـ object اللي اسمه r فبالتالي سنقوم بكل هذه الأمور بالتسلسل في الدروس القادمة تحذف عليها